أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي تريند الأهلي نشوف المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا عشان كمان نعرف الاستعدادات الخاصة لمباراة تسوناديب والسوشيال ميديا بتتكلم عليه خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض من صفحة تجول مصر الحسابي الرسمي على تويتر كتبوا الأهلي يبدأ مشوار العشرة طبعا دور الأبطال الأهلي فاز بالنجمة التسعة النهاء الإفريقي أمام الزمالك منذ أيام قليلة وبداية حاملة الدفاع عن اللقب الإفريقي والنجمة العشرة يبدأ من النيجر البطولة السابقة كانت البداية من غينية لكن البطولة إن شاء الله السنة دي هتكون البداية من النيجر وإن شاء الله تكون نجمة عشرة لفريق النادي الأهلي على التي شيرت طيب بيتسو موسيماني من خلال صفحته الرسمية والأكاونت الرسمي على تويتر يتكلم على جمهور النادي الأهلي وإزاي بيوجه رسالة إلى الجمهور في جنوب إفريقيا بقول لهم نعم رأيت أهدافا أفضل من هدف أفشى خلال العقد الأخير ذلك الهدف كان يعني الكثير لسبعين مليون شخص الدربي تلك المرة كان أكثر خصوصية منذ ألف تسعمية وسبعة تلك الكأس استعصت منذ عهدى أبو تريكا خط تلات ناهيات دون الفوز جمهور الأهلي سيخبركم بالكثير رسالة واضحة ومباشرة من بيتسو موسيماني إلى الجمهور في جنوب إفريقيا الجمهور الداعم لي وبيكلمهم على شعبية واجة مهارية النادي الآله إزاي هذه البطولة كانت لها خصوصية بشكل كبير صفحة الأهرام والحساب الرسمي للأهرام على تويتر يتكلموا على أن موسيماني يستعد لمباراة القمة في العزل الصحي طبعا المباراة يوم الأسنين القادم على أستاذ برج العرب هي مباراة نادي الزمالك فموسيماني بالطبع عشان مش موجود مع البعصة في النيجر بيستعد بقى بشكل خاص لمباراة القمة ونتمنى يا رب خلال الساعات القليلة القادمة البي سي آر لبيتسو موسيماني يكون جاهز إن شاء الله لمباراة الزمالك يكون المسحة بتاعته سلبية